السلام عليكم وعلا بكم آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين الحقيقة بدأت من مبارح أعراض متلازمة لطيفة أوي اسمها متلازمة اكتئاب ما بعد كأس العالم بعد كل بطولة الناس بتعيش فيها في كأس العالم الناس بتتابع مطشين وثلاثة واربعة في اليوم وتويتات وتغريدات وكلام ومرهنات مع أصحابك ومسابقات ومين هيكسب والتوقعات والكلام ده كله بعد ما خلاص بيرفع الراجل اللي فاز بكأس العالم الكاس وبيروحه والدنيا تمامه وبتبع الاحتفالات بتنتهي القصة فجأة بتصحى تاني يوم ايه يا جماعة ده دي القصة خلصت ده مفيش كأس العالم ما بالك بقى ان كأس العالم ده كان في قطر ما بالك بقى ان عدد كبير مننا من الناس من صحابنا من دوائرنا كانوا موجودين في قطر أو سفروا قطر عشان يحضروا مطشاط ويشتروا بعض التذكار من هنا ومن هناك وكلام زي كلا فانت كأس العالم المرة دي كانت في حضنك كانت معاك انت كنت في المدرج ومسي بيلعب قصادك بينك وبينه 20-30 متر انت مش عارف مين بيلعب وانت شايفه اللعيبة بتوعك اللي انت كنت تفرج عنه في تلفزيون قدام عينيك بتحضر مطش واثنين وتلاتة وجماهير وحالة مش طبعية فالحياة من مبارح بدأت متلازمة اكتئاب كأس العالم عند ناس كثير جدا فيه ناس مش عايزة تطلع مثلا كنت بتطلع لايف على يوتيوب مش عايز يطلع فيه ناس مش عارف كانت بتعمل ايه قاعد يا ربي مفيش مطشاط ايه الملل اللي احنا فيه ده ناس تقول ايه يا عم اللي انت بتقوله ده متلازمة اكتئاب كأس العالمية اما كلمك على حاجة حقيقية بتحصل عند ملايين الناس بعد كل بطولة كبيرة وتحديدا بطولة كأس العالم ان هو بيدخل في اكتئاب وبيعدي فتكر يقلب في الصور يشوف اللجوان يشوف طب ايه الاحصائيات طب ايه الارقاب